المشهد ده مش غريبة على عالم الأسود المناوشات اللي شايفها دلوقتي من الفهدين دول عادية وشفناها كتير من الأسود اللي أن المختلف فيها أن الأسود وخصوصاً اللي أخوات منهم بيخوضوا المعارج دي في وش عدقهم مش في وش بعض الفهدين اللي بيتعاركوا قدامك دول اللي بيتنفسوا على منطقة نفوذي ولا كل واحد منهم بيدفع عن حلف بيدوم أخواته دول هم نفسهم أخوات رحبوا معاه بالفهد نجوبه سوان ميل وشريكه أو بمعنى أصح عدوه واخوه في نفس الوقت الفهد آيرفيرد ميل في فيديو جديد من سلسلة صراع الحيوان ولا تقدر تتبعها دلوقتي من خلال اشتراكك في القناة ودعم الفيديو بإعجاب علشان يوصل لكل الناس ودلوقتي تعالي نرجع لبداية القصة المنوشات اللي شتها دلوقتي بدأت في صباح أحد الأيام لما كان الفهد نجوبه سوان ميل بتجول لوحده زي زي باقي الفهود اللي بتفضل العزلة والاختباء والحال وحدها بعيد عن أفراد زمرتها وفي وسط مرأبة أحد المتابعين ليه اكتشف أنه فيه فهد تاني بيدائب نجوبه سوان ميل وبيحاول مهاجمته بعد فترة اتلاقى الأخين وفي أقل من سوان معدودة بدأت بينهم المعركة ما تعرفش إذا كانت معركة نفوز أو غيرت إخوات أو إيه هدفها إلا أنها بتبين العقلية اللي بتخلي الفهود برغم قوتها وسرعتها بتعيش عمرها حيوانات طريدة تسرق وتهرب من غير ما تبني ملك أو تفرد نفوز وبيثبت لنا الفرق الكبير ما بينها وما بين ملوك البر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة